مطبخ موني كده هنشيل الخيط اللي جوه ده مش محتاجينه احنا محتاجين الشمع نفسه هنحطه دلوقتي جوه طبق وبعد كده هنبدأ دلوقتي نسيح الشمع دي في حمام مائي معايا هنا قصرولة فيها مية سخنة بتغلي وحطها على عين البتجاز واحط دلوقتي الطبق اللي فيه الشمع ده واخليه دلوقتي يسيح لغاية لما يتحول كده يبقى في صورة سائل دلوقتي الشمع بدأت تسيح معانا احنا بنسيبها لغاية لما تسيح خالص وتبقى معانا بالشكل ده دلوقتي هنضيف عليها مكونين مهمين جدا اول حاجة زيت الزتون وكمان معايا هنا فازلين احنا محتاجين المكونات دي يا جماعة علشان تطرق الجلد وتقضي تماما على مشكلة تشقق الكعبين هنحط دلوقتي معلقتين كبار مليانين من زيت الزتون وكمية الزيت وكمان الفازلين بتكون على حسب حجم الشمع يعني لو هتستعمله شمعية كبيرة بتضعفه الكمية بتاعت الزيت الزتون وكمان الفازلين دلوقتي بعد ما حطينا معلقتين كبار مليانين من زيت الزتون هنحط برضو معلقة كبيرة مليانة قوي من الفازلين واحنا لسه دلوقتي مشغلين النار لغاية لما الفازلين يسيح والمكونات كلها تقتلط مع بعض كويس هنا خلاص المكونات كلها اقتلطت مع بعض بالشكل ده وتحول معانا كده لصورة سائلة هنشيله بقى دلوقتي من على الحمام المائي ونكون مجهزين معانا هنا برطمان او علبة وهنحط فيها دلوقتي الخليط بتاعنا بيكون معانا بالشكل ده دلوقتي بقى هقول لكم ازاي نستعمل الوصفة دي طبعا احنا بنسيبه لغاية لما يبرد القوام بتاعه بيمسك شوية بيكون اتقل من الفازلين كده بنستعمله عادي جدا ان احنا بنخسل رجلنا كويس جدا بمية دافية واننا شفها كويس قوي وبعد كده بناخد جزء من الوصفة او الكريم اللي احنا عملناه ده ونتهن بيه قعوب الرجل كويس قوي وبعد كده بنلبس شراب وطبعا الموضوع ده بنعمله بالليل وفي خلال اسبوع بيكون راح تماما تشقق الكعبين ولو لقيتوا ان الكريم ده بقى جامد معاكو ممكن تاخدوا منه جزء كده على المعلقة وتسيحوه شوية على النار وتدهنو بيرجليكو وتستعملوه عادي جدا مفيش اي مشكلة يعني اهم حاجة يكون في وضع لين كده ان انتو ينفع تدهنوه على رجليكو والوصفة دي جميلة جدا وانا مجرباها وبتخلي الكعوب بتاعت الرجلين نعمة وجميلة قوي وهيكون ان شاء الله الكعوب بتاعت رجلين كده نعمة زي رجلين الاطفال بالضبط جربوها وان شاء الله هتعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته